هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسن بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار سألتكن أنا يا جايز هيدا الأسبوع أنه قررنا أنه اسم الحلقة هو طلع من حياتي وسألتكن يا جايز كمان شو بتاعتقدو يكون موضوع هيدا الأسبوع لما قلكن طلع من حياتي أول شي خلينا نتأهل بهيسم قبل ما هلأ يعملنا أنه أنا بعمل تتربيع الحلقة وبستقبله بآخر دقيقة بونجور يا هيسم حتى استقبلك إلي فيه وتربيح جميلة يعني حتى أنك تقول لي بونجور بتربحيني جميلة يا صباح الخير صباح الأبيض صباح الطهارة صباح اللون الحلو اللي عليك اليوم حلقة اليوم يمكن بتعني لك كتير بس ما فيني حط اسمك حط حلقة اسمها طلع من حياتي لأنه ما بعتقد بي حياتي ما أقول إليك طلعي من حياتي صباح الخير حياتي واو هيسم فعلا بعتقد أنا هيدا البودكاست محتاجة لإله يوميا أو يمكن أنا محتاجة لإلك يوميا تقول لي هيدا الكلام لأنه يا هيسم الحياة صعبة ولما إلك طلع من حياتي رح نعرف أسبابها اليوم لما سألت الجايز على أول شي بونسوار شو معقولة يقدروا أنه يكون الموضوع طبعا طلع من حياتي هيك على السريع مثلا كتار حكوا عن العلاقات السامة نحنا مرة حكينا عن العلاقات السامة سوء منا كتير قريبة الناس التاكسيك للستاكرز في حدا نفكر دايت مسلسلات مشكل بيني وبينك بريك أب مشكل بيني وبينك إنه تود بي بيرفكت لهيك حلا بس لا مش لا ما رح نوصل لمرحلة وين إنه أطلع على البودكاست مباشرة إلو لهيسم طلع من حياتي ما وصلنا لهالدرجة مش إنه هيك رح نفكس علاقتنا على الهواء يعني بس ليك تعنوا عدون للجايز إنه يوم من الأيام بعيد الشر مئة ألف مرة إذا رح يجي هيدا هاد let's do it on the podcast oh my god غنوة oh my god أضي حتى من صدقتنا بديك تستفيدي على الهواء بديك تعاملي شو من علاقنا إنه ماني كارداشيان يعني إنه مش رح تعاملي شو من هيا إنه خلاف خلاف بين هيسم وغنوة يتطول على الهواء مباشرة أوكي اللحظة خليني أنا أخبركم background للصاب بيوم من الأيام قاعد بأمان الله out of nowhere هلأ أنا وغنوة منحكي out of nowhere بس إنه منحكي بأصص مثلا ممكن أبعت له صورة ونحكي شوية عنا ممكن تقلي شي شغلي هيك مثلا خبرية عرفتها بنهارة إنه صدمة مثلا تصدمني معها أي شي فجأة بتبعتلي هيسم قالت أنا في شي صغير قالتلي وكنا باللال وأكيد باللال كتير يعني أنا قلت في شي قالتلي حلقة هيدا الأسبوع اسمها طلاع من حياتي أو يمكن حتى ضغري قالتلي طلاع من حياتي حلقة هيدا الأسبوع هيك اسمها بدي فجر كل شي عندي لأنه عندي مية شغلة أحكيها ويرات فينا نسجل هلأ كنت كسرت الدنيا أنا ما قالتلي كسرت بس إنه قالتلي شي تاني ايه كانت عم تسب كانت عم بتسب ما رح ألكن شو سبت فييرات فيني نسجل بهاللحظة قالتلي طيب شو فيه فسريلي على القليلة قالتلي ما فيني أحكي هلأ رح ننطل للحلقة فأنا مثلي مثل كون مش إنه ما بعرف شو فيه بس إنه مش ما بعرف شو الحلقة بس إنه كتير عبالي أعرف غنوة شو هالسبب يلي خليها تعمل هالحلقة يلي هالقد مزعيش شو صار بهديك الليلة غنوة ومن هول خلينا ننطلق بحلقتنا بتعرف اليوم الصبح هيسم I was scrolling هيك شوي على انستجرام وقريت شغلي وبعتقد هي هيدا مشكلتي بكل شي بقطع فيه لما قولت لها من حياتي اللي هي I don't know to set boundaries شو يعني بالعربي عم والمعروف ما بعرف يعني ما بعرف حط حدود أو حواجز بيني وبين الشخص نعم أنا مين ما كان الشخص يكون لما لما إنسان مين ما كان يكون يدخل على حياتي إن كان كصديق إن كان كزميل إن كان شو ما كان أنا كتير إنسان بيعطي من قلبه ما بعطي قليل ما بعطي أدمى الشخص بيعطيني لا once أنا بقلب العلاقة مين ما كانت تكون بروح للآخر لأنه دايماً بفكر براسي إنه أنا رح أحصل على أدمى عن بعضي وإذ بيكتشف كل مرة يا هيسم إنه لأ مش الكل رح يعطيك أدمى أنت بتعطيه هيداً واحد وتاني شغلة إنه مش كل واحد مثلك مش كل واحد بيشبه شخصيتك مش كل واحد بيتعامل بالحياة مثل ما أنت بتتعامل فيها بس قبل ما تكفي بعد 30 سنة بعدك بتتفاجئي يعني بعدك بتشوفي إنه هو القصص كل مرة بيفجئوك يعني الكف كل مرة بيوجعيك أو لأ بتحسي إنه أوكي تخدرت يعني للأسف يا هيسم كل سنة أو كل ما يصير معي هيك خبرية بقول إنه طب ما أنت صرت قطعة بكذا موقف مثل هيدا ليش بعد ما تعلمتي وفعلاً هيدا السؤال ليش بعد ما تعلمتي ليش بعد ما تعلمت هيسم بعد 30 سنة على هيدا الأرض وبعد 30 سنة من اكتشاف البشرية وقديش عن جد في أشخاص نفسيات بهيدا الحياة ليش بعد ما تعلمت هيسم بليس خبرني عبالي أعرف قبل ما خبرك بس بتذكر بحلقة عيد ميلادك ستيفاني سميرا من وجهها تحية اللي هي لولة المعروفة بلولة يمكن الناس بتاعي فقط بوقتها قالت عنك بالفويس اللي حكيته عنك إنه أحلى شي بغنوة هو إنه بعدها بعدها مش أحلى شي هي قالت بوقتها إنه غنوة اللي عندها هو إنه كتير بعدها بتوسق بإنه الناس مثله وإنه الناس كلها طيبة وإنه الناس كلها منيحة وبوقتها قلتلك أنا بالحلقة وقلتلي أنت إنه رح جرب أفهم هالموضوع قلتلك إنه للأسف ياريت الناس كلها مثلي ومثلك مش إنه إحنا أحسن شي بس إنه ياريت مثل نفسية نفسية الحلوة بس لا يعني الصورة على الصدمة بس إنه لا يعني حتى صاروا أقلية كتير كبيرة الناس اللي عن جد بتدمر لك الخير مثل ما أنت بتدمر لك الخير طب أنا معك أنا معك بس فيك تجاوبني على سؤال إنه كيف الواحد بيتعلم قبل ما نفوت هلأ بتفاصيل شو يعني طلع من حياتي كيف الواحد بيتعلم لما يأكل كف مرة واثنين واثلاثة إنه الوجع يعني وجع الكف أو وجع الجرح من الشخص اللي عن جد قريب منك مفروض يعلم يعني يعلم بمعنى إنه يزعج يصير كلمة تصير شغلة يصير عندك مثل نوع من التراوما تجاهها فكريمال هيك الناس عادة تعمل أزمة ثقة بشخص معين لأنه بتكون عن جد وسئت بحدا وفادت بالحياة لدرجة إنه هيدا الفوطي بالحياة وجعتها فكل ما يتجرب توصق بشخص بترجع لهيديك للتراوما هيديك الوجع بتقول إنه لأ خليني أعمل شوية يعني ستب لورا فكريمال هيك عم بسألك بس ثانية هيسم أنا كل ما حدا مثلا مثلا في رفيقي هلأ له فترة كان عم بيحكيني كان عم بيحكي مع بنت عن جديد ودايما كان يجب لي ترومي تعليقاته السابقة قال له إنه ما فيك ما فيك تقارين كل بنت للبنت اللي كنت أنت معا لأنه كل بنت بتختلف عن غيرها فأنا هيدا جواباني عليك إنه أنا كل مرة بقول إنه واتقف هالشخص مختلف عن التراوما اللي أنا أكلته من قبل واتقف بعطي هيدا الشانس وإن شاء الله يكون أدى وإز ما بيكون أدى ما بدي يكون نيجاتف ما بحب أي من العالم على علاقات وبوكسات أكلتها من قبل لأنه ما بحب أظلم الشخص اللي أنا عم بعطيها الشانس يعني معك حق مية بالمية بس أنا لحتى ما كون نيجاتف بس رح قلليك ليه بتقولي واتقف ما كان قولي واتقف كان يعني كوني حذرة من الأول لحتى ما توصل لها المرحلة إذا وصلتي لها بتكوني محضرة حالك بس ساعتها how do you enjoy the relationship يعني إذا بدو يضلو in the back of your mind إذا دايما بعقلك الباطنة بدو يقول إنه يهيدا at any point فيه يعني يتعميني هوا ساعتها بتضلك نقزين منه ساعتها ما فيك طاعة قدمة أنت بدك ساعتها ما رحتم بصت بهالعلاقة اللي إنه بتضلك ناقز منه لإنه at any point فيه يصدمك بهيد الشغل أو يجرحك أو 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 أنا مش عم قولت فوتي على تفاصيل هالعلاقة يعني مش إنه مثلاً كل ما قال لك مرحبا أو قالت لك مرحبا إنه لحظة هيدا هلأ رح يفوتني بالحيط لا بس إنه بشكل عام كهاكي نظر عام للشخص ولا مرة تقولي إنه أنا هيدا الشخص بوسق في للعمى أنا هيدا الشخص مسلمته كل أسراري أنا هيدا الشخص فيه يجرحني بلحظة لأنه بيعرف كلنا الضعفة هاو مش ضروري فيك تكوني كتير عم تستمتع معي بأحلى علاقة صداقة وكتير منوسق ببعض بس تخلي عندك هيدا الهايك الواحد بالمية خط رجعة يلي هو إنه هيدا الزلمة إذا جرحني أنا بديكون جاهزي إنه عم يجرحني لأنه للأسف هاي طبيعة البشر للأسف عم قولها الجمل يعني أنا مش هيك بفكر كنت بس إنه هيك الناس وبعتقد حكينا من فترة عن شخص كمان قلنا إنه قد ما تكوني صحبة مع إنسان بيضل في عندك هيدا هيك علامة الاستفهام إنه هيدا الشخص ممكن بأي لحظة يتغير لأنه هاي طبيعة الإنسان فإنه كوني جهزتي لبس أكيد رح ترجعي تنجرحي وكريح ترجعي تأكل الكف بس بيفرق الكف بإنه كأنك كنت موقعتي يعني كأنك كنت إنه بعرف إنه كان رح يجي هلأ أو أو بعد عشرين سنة شو صار مع غنوة هيدا كل ليلة هيسم مثل ما قلتلك أنا شخص لما يكون بأي نوع صداقة أو علاقة بحب إنه أعطي كل ما عندي أنا يا عزيزي هيسم لا أنا شخص كيف بدي أقول فقلتلك أنا يا شخص أنا يا عزيزي هيسم يمكن كتير متربة على واتساب يعني أنا واتساب كأبليكيشن بتشكل لي حالة هلع ويعني رعب كيف يعني فصري لنا أكتر شو يعني أنا شخص كون حكيته ويطلع أونلاين مرة واثنين وثلاثة واربع وبعده المسيج طبعي مش مفتوح ومش من أرى لأ معلش شو ما كان عم بيقطع الإنسان فيه مش عم مش عم بتموت أمه بالمستشفى خيه مش فات بأكسيدان سيارة ما توخزني طب عم نطلع أونلاين طب فيه هيدا التشات مش مفتوح فينا نفتحه نكتب مثلا بيزي مشغول تكتو يليتر غنوة أنا مش قادر أحكي بحكيكي بعدين طب إنه ما في يعني ربع احترام لها الشخص اللي باعت ميسيج إنه ناخد ولو ثانية من وقتنا التمين تنجيوبه طب خلينا ما هنبلش نتمسخر على الوقت التمين طبعا الناس بغض النظر من لكن أنا رح أطلع شوي متناقد وغبي إذا قلتلك إنه معك حق بهذه النقطة هل هي معك حق شين لفسك عجنب لأنه إنت بدك حلق لحالك حبيبي أنا هيك بقى للأصف بس إنه لحظة إنت لأنك وقتك هلب مش لأنه دفاعا عن هيدا الشخص منقول ألو ألو معنا فإذن مدخلة من اتصال جديد بنقول ألو أوكي قلنا ألو الماما رتت بس اللي بدي إليك إنه أنا مثل هيدا الشخص بس خليني يفسر لك شغلي مش تبريراً لألو ولا دفاعاً عنه بالعكس تانكيو إنك أنت مثله لهيدا الشخص لحتى شوف بس شو بيدور براسكن الأعواج أوكي أنا شخصياً شغلي أونلاين يعني أنا شغلي على الأونلاين وأنا عادة بكون فاتح واتساب واب كل الوقت يعني أنا كل نهار دوامي بكون فاتح واتساب واب فأكيد كل ما أفتح التاب وأنا عم بشتغل كمان على واتساب يعني بيكون في عنا جروب على واتساب كمان عم نبعت عليه لينكات ونشتغل كل الوقت لايف أنا بس أفتح أطلع لك أونلاين إذا أنت حكيتيني مثلاً بكون أنا فاتح التاب وعم بشتغل يعني بكون عم شوف ناس عم تطلع قسمية هون أكيد يعني بعرف أنه هي بدها ثانية لإلك غنوة بي رايت باك أو غنوة مشغول بعرف تعرف بس وحيات أنا عم بحكي عن حالي أيام بكون حتى اللي غنوة برجع بحكيكي ما بقولها وأصلاً حتى لو قلتلك إياها برجع بعمل المسج يعني بعملها أنه تضو يعني أني كأني مش قريب أنراد يعني كأنا برجع بعملها لأنه أنا إنساني بينسى إذا قلتلك برجع بحكيكي ورجحت عشي شفت أنه ما عندي شي مضوة بغض النظر ما بحكيكي طيب ما فيك تبعات لي برجع بحكيكي وتعملها أنراد تتذكر أنه بدك ترجع تحكيني هو الخمسة عشر ثانية اللي حكيتي عنها بين أني اكتبلك وعمل أنراد عنجد بعتبر أنه كنت استفدت منهم بشي تاني بشي لينك بعدت على الجروب الواتساب ليك هيسم عنجد بدي أبقى محترمتك أنا بهالحلقة واصلي معي يعني لفوق صمديحتي أنا بس ووو صمديحتيك صراحة كتير شي جزابي جزابي جدا صمديحتيك وجبينك عالي ما بينطل أنا مش دفاعا عنه بس عم قلك أنه إيام إيام مش دايما وإنتي بتعرفينه مش دايما لا بتكوني هلأ كزابي إذا قلتي دايما إيام بيكون الإنسان عنجد مضطر ما يرد مش لأنه يمكن يا أختي كمان ما عندي شغل بس إيام بيكون بحالة نفسية حتى حاله إذا حيك أنا إذا عدبعت لنفسي ما برد هلقات بتكون الحالة النفسية مش خرج وحد يرد يمكن طب يا خيال إي أنا ما عندي منه هيد طيب ليش يعني أنه أنا فيني كون هيك وما عم بقدر كون يعني أنا شوفي ييتا أنه أنا أول ما حدا يبعث لي ميسج إن شاء الله كنت يعني سوري فيي يقل لك أبسط الأمثلة لك من يومين على الساعة 12 ونص بالليل ياما وحدة بكون معرامي بكون معرامي بقوله بي رائت باك أوكي لا مش لهالدرجة كامام يعني على 12 ونص وحدة بالليل بدي إيلي إخته لرامي أنه عم تسمع صوت بالبيت أنه مثل شي صوت حديد أنه حدا عم بيجري بيفوت ونحن أكلنا ترومة وبلشنا نفوت نقوم بهالبيت نسكر كل البويب بذات الوقت أنا كنت عم بحكي مع شخص على الواتساب بقيت عم بجاوب يعني ويلي ويلي اتطلع إذا في حدا بالبيت ويلي رد هالقد أنا ما بقدر اترك حدا حكيني ما تكون ردة عليه إن شاء الله كنت بالشغل مشغولة عندي عم بيحضرولي حلقته بيخد ولا وسانية بس قول إنه مثلا أنا عندي بخلص وبحكيك بخلص وبحكيك سبحان الله ما بعرف في عندي هالشي اللي جوات اللي إنه أنا بحترم لما حدا يبعث لي ميسج وبدو جواب مني فأي تيك دا تايم بإنه جاوبه يخيشو فيها يعني عم تقولي عني وعن هدا الشخص بالاحترام صراحة يعني إيه يعني فينا قلن للجايز شغلة مبارح مرتين كان طالع هيسم أونلاين وبدي خبره شي كتير مهم بالشغل عن البودكاست رح نفجئكن فيه قريبا غير إنه دقيت له مرتين ومارد وكان أونلاين هالأد وقح بعتت له ميسج قلت له هيسم أنا كتير محمسة بدي أحكيك ولا عيني له الموضوع لجوابني لآخر الليل قلت له خلاص بكرة بحكيك طب ما بقطني إياها للخبرية بطل حتى بطل إلي نفس حتى خبره يعني حماسة راح أوكي خليني فصفص أول شي الخبرية خليني نبلش بأنه الحمد لله على سلامتها إخته لرامي بس أنه بحسي أنه في حدا عم بيفوت عبيتها قمت وقمت وسكرت وانتو شو ببيتكم عبيتنا عبيتنا يعني هي هلأ قاعدين فوقنا فسمعت صوت حديد من تحت يعني حفت حديد مثل كأنه هيك في شي عم بيجري بيفوت أوكي فكرت أنه هي سمعت خافت ببيتها فقمت وسكرت وبيتكم كلمان وحد يفوت لعنكم لا وبذات الوقت كانت يودا عم بتعر ويودا بتعر لما يكون في شي برا غريب أو زعجة يعني أيام بتعر على أشخاص برا غريبة فضيحة نانسي عجرم فضيحة سرقة نانسي عجرم وفادي فإكزاكلي يعني تخيل نانسي عجرم يعني عم برحلك إكستريم فهمت عليك هيدا أول شغلة ثاني شغلة موضوع أني كنتي عم تردي على هيدا الشخص أو أوكي بس أنه ما رح سميلك إيها بطولة غنوة يعني لأنه يعني ما رح أنه ما تنت تتوقع مني زقفلك على الشي اللي عملتي ثالثا على موضوع أنك حكيتيني برجع لموضوع واتساب ويب إذا بتعرفي بس تفتحي واتساب ويب ما بيعمل يا حياتي والله بعرف بس بيجيك فوق على اليمين على الكمبيوتر إنه هالشخص حكيك إيه بعرف بتخدق كبسة لتكتب على الكيبورد تتحدث بحكيك عشية إنتي عم تشتغلي الكمبيوتر طبعك أنا حكيكة وستيفاني حكيتك ومرسال حكيكة وروادي حكيكة رح عطب إيه بدك تقول لي طالبينك هلأ كل أصحابك بيحكوك بالنهارات وإنت ما بتلاحق على الشيء شفتي كيف تاخدي المواضيع لمنحة آخر شفتي أو لا لا بس مين مفكر حالك بس عبلي أعرف طيب نحن هلأ قبل الضو أوكي وأنا قبل ما أعمل الحلقة اي وقبل ما أعمل الحلقة فضيت الواتساب طبعي يعني شفت الأشياء اللي موجودة عليها تفضلي تفضلي مش إنه أنا حدا مهم بس شوفي أوكي شفتي هيسم أنا بنهار إذا بدي يكون الواتساب طبعي لايكي لايكي بعدني مكفع يعني لدرجة لدرجة إنه لازم يتعلق لمصل هود الناس بتعرفي أنا عامتة برد عليهم صراحة بس كون سايق وحيات الله مش قصدي شي بس إنه هيدا الوقت اللي بيعتبره فيه وقت إنه عمسوا أو قبل منام فإذا كل حدا بدك تقولي له بيزي بي رايت باك برجع بيحكيك برجع بيحكيك برجع بيحكيك صورتي عم بتاع عملي تشاتينج أربع ساعات مع ناس هيدا قصدي فيه فرق بيما يكون أحد حكيكي تقولي له لحظة أو في كذا حدا طب إذا هيدا الشخص بعرف إنه منه بيزي وما عنده واتساب ويب وما عنده شغله على الانلاين صح خلينا نرجع لهذاك الشخص يلي كان زي لأنه صارت كتير إنه إيه 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 طب لما يكون الشخص مش شغله على الواتساب وما أنه شغله انلاين وبعرف إنه ما بيشتغل بيكون هيدا الشخص هلأ مش عم برجع مش عم برر له عم خبرك شو عم بيصير بيكون هيدا الشخص هلأ مش عباله اللي عم تعمل محام الشيطان يعني بيكون هلأ أنا مش عبالي اسمع صوت غنوة أو حكي غنوة هيدا الشيء فيني أقوله إذا أنا مش معتبر غنوة إذا أنا مش معتبر غنوة رفيقتي يعني أنا إذا معتبر غنوة زميلة بالشغل فيني يقول إنه يا ما لي جلدتها هلأ بعدين برجع برد بس إذا هي رفيقتي هاي الجملة ما فيني أقولها براسي يعني بدي أعتبر ليش مسميها رفيقتي لها كان خلص لها كان عن جد تطلع من حياتها وخليها تطلع من حياتي فبمجرد ما هيدا الشخص اللي عم نحكي عنه قال إنه آه 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 سوري طلعت شو شو صار لك سوري طلعت آه آه بمجرد ما هيدا الشخص قال آه إنه ما قالي جلادي تغنوة هلأ أو هتلى رد عليها بعدين آه لازم ما يكون بحياتك كصديق فيه يكون بحياتك كزميل كجار كحدا بتعرفيه بس صديق مش مفروض يعني أنت براسك يا عزيزي المستمع مش مفروض تقول آه جلادي رد عليها هلأ هيدا يعني مش صديقك ولا أنت صديقه صح نعم خلصت جملتي فيك تحكي أوكي ليك ما بعرف آه شو بدي أقلك آه لا ولا أنا بعرف صراحة تلتت و وعملتي لي قصص بلا ما الناس تشوف خلي خليها الناس تشوف وتفرح آه عملتي قصص آه يعني تلت تلت سمايه يعني هلأ كيف برا نكفي الحلقة أوكي آه هاي سم يعني تقول لك أنه أناعتني مية بالمية آه ما أناعتني بس يعني اللي بقدر إلك يه إنه ما بعرف ليش عن جد نحنا منستنظر العالم عادة يعملونا متل معا من عملهم وهلأ يمكن نحنا أخدنا قصة واتساب إنه هيك كمثل أول مثل نحكي فيه بس هي أكيد قصص تانية يعني حتى بالتعامل حتى بالقصص اللي بتعملها لهيدا الشخص you go to the extreme ويل هيدا الشخص يمكن ما بي قيبلك بنفس العطاء مش بس على واتساب بالحياة كمان السابت ساعة أربعة ونص شو كان صاير بالظبط؟ هو كان صاير هيدا الفكرية اللي هو إنه عم يطلع أونلاين كذا مرة وإنتي حكيتي شي مهم أو حكيتي شي مهم نو اللي صار إنه هو أول شيء ذكر أو أنثى ذكر أو أنثى أو الجنس غير محدد الجنس غير محدد أنا ما نعرف أنا ما نعرف بعد ما تأكدت إنه كنت عم بسأل على واتساب إنه أنت ذكر أو أنت هل كنت مليك برد أوكي بغض النظر إنه هيدا السؤال ما كتير بيضيف لحديثنا بيضيف لأني اللي حتى عارف مين هو الشخص أوكي هلأ تحت الهوى بعطيك تفاصيل اللي صار إنه أنا سألت سؤال أوكي سؤال لحظة عن جد سؤال عميق بيتجاوب عليه إيه إنه مثلاً فيه فرق بين سؤال عن جد عم بيحكي فيه فرق بين سؤال شو الموت بنظرك وفيه فرق بين سؤال كيفك اليوم أوكي أكيد لا أكيد لا يعني هل هو السؤال بده أقعد سهردي ولا أنه سؤال كيفك اليوم شو عامل شو أخبارك لا هو كان سؤال سريع اللي صار إنه بعطت لهيدا الشخص سؤال سريع وإزبي هيدا الشخص طلع على الأرجح ثلاث مرات أونلاين بهيدا الساعة وما جاوب وإز أنا فيي لأن أنا فلتت معي يعني كيف بيقوله فلتوا معي فيوزاتي كتبت إنه خلص إنسا إن شاء الله بتعملي هؤل حركات تبع محيتي المسج لا 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 بس كتبت خلص إنسا بعد ساعة بعد ساعة من السؤال وبخليل هاي الساعة طلع شكلت أربع مرات أونلاين صاح فهيدا الشخص عصب والشابب وعصب والشابب أنا ما بحبة حركة استفزوا لدرجة إن بعطت لي voice note بلي قبي حضرته وبلي قلته مثل إنه you don't know what's happening with me تق 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 هيك 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 عم بيصير معي وجيت أنت إنه خلص إنسا خد واو أوكي وإل أنا كل سؤالي حقه إنك تفوت على التشات وتجاوب بإنه أنا مشغول بحكيك بعدين بس هو الأسباب اللي كانت عنده اللي هي أنت ما بتعرف شو صاير معي هو غنوة أنت أكيد أحمل شفافك وحيات الله لك أنت بقلك بس إنه كتير كبرانين كتير كبرانين ما بعضنا لأنه صباح حياتا بجبجة أنا كمان بس أوكي فهو أسبابه حتى ما أنا أعطيك يعني كمان أسبابه حسيتية أنه بضمن هاي الأسباب كان قادر يقلك إنه أنا مشغول آه إه صراحة أوكي قالك هاي الخبرية وخدي شو؟ بلوك تليت واي باي ما حكينا آه آه أنا ما عنده منهم هون اللي صار إنه ما جوابت ما جوابت نيمت على الموضوع للليل بالليل جوابت بطريقة محترمة بتليق بما كانت بتليق بحضرت استوعب هيدا الشخص الغلط اللي عملوا معي لأنه أنا كان كل سؤالي بسيط ورجع مشي الحال بس رجع ما مشي الحال بعدين شو بيك هاي سون شو حياتي شو بيك بتماننا بس ياريت ياريت بتقدروا إنكم تكونوا عم تحضرونا وحيات الله لذا كتير أنا ببين إنه مفصوم على الهواء إنه أنا فجأة بضحك بس إنه بيكون صغير إشياء طيب فهمتيك أوكي بس إنه أنت من الأشخاص عن جد يعني معقول توصل لمحال تقولي لإنسان طلع من حياتي أو مش تقوليها يعني الحسية لإنسان بس لأنه حكيتيه بزرف ساعة طلع أونلاين وما رد عليك يعني أنت بتعتبر هيدا الشي عن جد أولوية يعني عن جد بتعتبر أنه لا انتبه مش لهالدرجة أنا يعني كمان هالأت سطحية إنها تراكمات ايه أكيد تراكمات طيب خليني أقوليك شغلي هلأ بغض النظر إذا مشي الحال أو ما مشي الحال أو إذا تخنقتوا على هاي النقطة أو ما تخنقتوا على هاي النقطة لنبعد شوي عن موضوع الواتساب جاوبيني نعم أيمتا بتقولي لإنسان طلع من حياتي يعني بتقولي هيك بالفهم الملآن ما بتفكري حتى بالموضوع وما بتندمي أصلا طلع من حياتي لأنه أعطيني خمس إشياء يلا بس بشكل سريع طلع من حياتي لأنك طلع من حياتي لأنه أنا عطيت أفضل ما عندي وعطيت كل شي بقدر أعطيه وما حصلت على شي بالمقابل أو ما حصلت على نفس المستوى من العطاء طلع من حياتي لأنه طلع من حياتي لأنه أنا مشاعري منى لعبة بين إيديك طلع من حياتي لأنه طلع من حياتي لأنه منى بحاجة لأشخاص ما بدون ياني بحياتهم طلع من حياتي لأنه طلع من حياتي لأنه مش نقصني وجعت راس وطلع من حياتي لأنه وطلع من حياتي لأنه أنا غنوة أنا من غيري أنا يعني أنا لا أتعامل بهيد الطريقة ما خلق وما عاش اللي بدوا يعملني بهالطريقة أنا لا أزبل أنا لا يعني أتعامل بهيد الطريقة أعامل ما في شيء يسمي أتعامل أوكي أعامل أنا شايفة حالي يعني أكيد شايف أنت شايف لما تطير أنا دايما أنهايدي بأولى لأنه هلقد شايفة حالي أنت بتطير بالطيارة صح؟ مسافر صح أنا أنت وبالطيارة إذا بتطلع من الشباك بتلاقي منخارة طاير بالسماء نعطي نشوف نعطي نشوف نعطي نشوف الإكزابل فكرت فكرت رح تعملي متافورة أنه أنت بطيارة أنه ما معي أنا فوق 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 آه يعني هودل بيخبرونا أنه المطبيت هواية وما أنه المطبيت هواية وأنت بتكوني عم تعطسي مثلا صح صح هادي بكون عم جاري بطلع منخارة بعد أعلى من الطيارة طيب بس لك هادي لأنه أنا هلقد شخص شايف بحاله لحظة بس خليني بقى فسر هادي شوفت حالة وغرور بس خليني فسر ما إكزاكتلي أنا شايف حالي بس يعني أنا كل إنسان وكل اللي بيحكونا أصلا من مستوعين أول شي بونسوار ماشي أنا سردتها مع ثلاثة رباعة اللي بيسمعونا على أول شي بونسوار من ففوت بأمور شخصية أنا شخص جدا 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 متواضع يعني مش إنه بشوف إنسان مثلا ما بيعرفني بشوف حالي عليه لا بس أنا من داخلي بشوف حالي قد الدنيا يعني أنت لوضح لك بس ولنوضح للناس مش إنساني شايفي حالة أنت إنساني عندها أنا شو خلاص خلاص أنت إنساني عندها self-esteem و self-confidence مش إنساني شايفي حالة يعني إنساني إلى أبعد الحدود بتحب حالة إلى أبعد الحدود إذا بديك أو بتقدر حالة إلى أبعد الحدود مش إنه شايفي حالة عن الناس إلى أبعد الحدود وهيدا شي كتير صح يعني بالعكس غلط اليوم يلي مش مقدر حاله يلي ما عنده self-esteem ويلي مش معتبر إنه كرامته قبل الدنيا كلها ووجوده قبل الدنيا كلها هذا شي كتير أساسي مع إنه بترجع بتستغرب لما أنت تكون بهيد الحالة كيف معقول هيك شي يصير معك يأثر عليك ويأثر عليك صح تلك أنه الacceptance طبع المجتمع أو طبع هيدا الإنسان بالذات تمأثر عليك لدرجة أنه غير لك بالموت طبعك صح وهيدا كمان سؤال بينسأل وهيدا شي طبيعي لأنه بشخصيتك غنوة وأنا بهيدا الشخصية بتشبهني بمحل معين أنه أنت بشخصيتك حدا من جوه جوه إذا بترجع لكل هيدا بلال القشرة من جوه جوه إيه جوه 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 بتحس أنه أنت إنساني إذا بترجع لك بتحبي كل الناس وبتعامل كل الناس للمكسيموم وكل حدا عشويه على الطريق قاطع بتعبطي هالأد يعني عن جدا عم بحكي لأنه behind every person there's a story exactly فأنت من مايلي بتتآمن بهالشي وأنا كمان بآمن فيه ومن مايلي تاني بديك تعملي كاركتير مش أنه تمثيل هو بديك تمثلي على حالك حتى أنه أنت حدا لأ بدي عامل الناس صح بدي عاملهم بس أنه ما بدي أنجرح منهم بنفس الوقت بدي منهم مثل ما أنا عم بعطيهم فهيدا التناقض صعب يا هيسم هيدا التناقض صعب صراحة لا شك أنه صعب وعن جد أبقدر لك إيها أنه صعب كتير حبات الناس اللي قلتيلهم طلعوا من حياتي أنهو دي الكايكاي لأنه هيسم ما بحب ضلني واعي على تصرفاتي أيام بحب قلبي قودني بس ما فيكي مع كل الناس وما فيكي حتى مع السيركل حياتي بعرف يعني لازم يعني إذا أنت عندك سيركل من الأشخاص يلي قراب عليك بعد السيركل طبع الناس يلي بتكون بس أنت بس أنت معهم بعد كتير أصغر من هاي السيركل الصغيرة يعني يمكن تكون نقطة حتى أنك الحد اللي عن جد أو الناس اللي عن جد تكون معهم على سجيتك لدرجة أنه لا تفكري بشي ولا تسأل شي وبعتقد حكيين بجملة بحلقة قبل ولما حكينا عن الأصحاب يمكن وقلتلك أنا أنا السيركل طبع أصحابي كبيرة بعدها كبيرة وكانت مثلك كانت أنه أوسق بالكل كون على سجيت مع الكل أنطر من كل هؤل الأصحاب أنه يكونوا عم يعملوني بنفس الكارينج وبنفس الاهتمام بنفس الحب اللي أنا عم عملهم فيه لوصلت لمحل لحظت أنه فيها تكون السيركل طبع أصحابك هالقد يعني كبيرة بس لأ السيركل طبع الناس اللي تكوني عن جد مثل ما أنت معهم لدرجة أنه عبيعطوكي مثل ما عم تعطيهم وهالقد يعني هيكي مرتاحة سوبر صغيرة نقطة حتى مش سيركل نقطة فلا شك أنها مزعجة بس أنه حلو أنك تتعلم يعني بعتذر أني عم إليك إياها لعمر 30 سنة غنوة بس أنه ما إيه ما جايت تقلك أنه أنه كوم آن يعني أنه إذا بعد 30 سنة بعد ما تعلمت أنه شونة نطرة لأوصل على يوم دفن يعني لأتعلم ما علي كله بيعلم بس هلأ الناس اللي عم تسمعنا اللي عمرة تحت الخمسة تحت الخمسة اللي عمرة تحت الخمسة وعشرين أو العشرين نبصتوا بهذه الحلقة وخذوها درس مش لحتى يصير عندكم ترست إشوز أبدا بس لحتى ما تكونوا متوقعين أنه الناس تكون مراية عنكم بالزبط يعني ما في حدا مثلكون كيف ما كانت شخصيتكم ما في حدا مثلكون بالزبط يعني ما في حدا بيعطيكم على الأد مثل ما أنتوا بتعطوه فكونوا موقعين بأنه أنتوا رح تعطوا بكتير محلات وتنجرحوا لأنه ما عم تاخدوا بالمقابل لأنه للأسف نحنا كبشر عندنا هيدا الإحساس بأنه نحنا نحب إيام ناس أو نهتم لناس هنه مينك ما يهتموا فينا بالمقابل نكار فبس خليكن هيك محصنين إذا بدكن لحتى لما يجي الكف لأنه بعتذر أني عم أخبركم spoiler alert أنه رح يجي الكف هلأ أو بعدين من كتير ناس بالحياة لحتى تتعلم ولحتى تكبر وتنضجوا بس لحتى على القليلة لما يجي الكف مش يجي كف هيك ما كنتوا حتى مخيالينه كنتوا عارفين رح يجي بس فجأة كنتوا قيته بس تفرق الوجع فكونوا محصنين غنوة أنت كمان حتى لو عمرك 30 وأنا عمر 30 كونوا محصنين من هيد من هيد العلاقات وحبوا حالكم أكتر يعني قدروا حالكم مثل ما كنا عم نحكي عن أنا وغنوة قدروا حالكم أكتر حبوا حالكم كون عندكم self confidence و self esteem أكبر بحالكم وساعتها كل الناس يلي بتكون مرأة بحياتكم عملوها مثل ما أنتوا شخصيتكم بس بنفس الوقت كونوا موقعين منها الأسوأ دايما أنا هيدا نصيحتي الخاصة يعني ما بعرف فيكم ما تخدوه بعين الاعتبار يعني هيسم عن جد هيدا الموضوع دايما كان يكون هيك إذا بدك سؤال بترحه لنفسي هو دايما بس مشكلتي أجان أنه دايما بتتوقع أنه هيدا الشخص رح يكون مختلف لا خليني أعطيه شانس يكون مختلف وإذ به بفاجأك هيدا سؤال بحس بحياتنا مش رح نعرف نوصل له لجواب يمكن كخلاصة أنا بهالسنتين اللي قطعوا يمكن طلعت شخصين من حياتي بس أيما تطلعتهم لما أنا أصلا تعبت أعطي إفار لهيدا العلاقة لما حسيت أنه هني زيرو أفرطس أنا كنت تعاطي تو دو أكستريم وبلش يخف 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 مع الوقت لأنه بالمقابل كان في زيرو أفرطس تصار خلاص مع دومين وبطلنا أصلا نحكي مع بعض يمكن بهيدا الكيس اللي أنا هلأ عم بعيشه عم بحس إنه بعد هيدا الشخص التاني عم بيعطي بس مش قد ما أنا عم بيعطي يمكن تخف يمكن تزيد بعدين بس لا شك إنه الواحد لازم يتعلم حتى لو كبر حتى لو شاف كتير بهيدا الحياة thank you so much هيسم عن جد بحبه للحلقات لأنه غير إنه كل واحد بيكون برأي بس إيام بتضوي لي هيك شوي على قصص يمكن أنا ما بكون قادرة أشوفها أو يمكن لأنه أنا مني هيك فما بقدر استوعبها ومثل ما بيلك دايما تانكي لوجودك بحياتي اليوم وكل يوم وعلى أمل أن نلتقى الأسبوع المقبل بس بحب أقول لهم للجايز ولكل مستمعين أول شي بونصوار اللي مننوا عنا على إنستغرام أنه أنتوا عم بتروحوا كتير عليكن لأنه الأسبوع الماضي أنا نزلت ستوري على صفحة أول شي بونصوار وطلبت من كل شخص عبيلو يشارك بي بايت ثري من مين الأسكا أنه يبعط لنا اسمه ورح نختار بالقرعة شخص واحد من مستمعين أول شي بونصوار ياللي بتابعونا على إنستغرام أنه هني يكونوا عم بيطرحوا علينا الأسئلة لإلي ولهيسم ورح نطلع بحلقة مين الأسكا بايت ثري على الأرجح أنه تكون الأسبوع المقبل أنا بهيدا من هلأ للأسبوع الجاي على الأرجح بالويكند أو أول أسبوع الجاي رح أطلع أعمل ستوري أسحب بالقرعة الاسم ورح نبعث له كرمالي حضرنا عشرين سؤال عشرة فنية وعشرة معلومات عامة ورح نطلع بمين الأسكا بايت ثري وهيدي هي الحلقة اللي فعلا رح تحسم النتيجة بيني وبين هيسم هلأ هي ما أعتبرتها رح تحسم بما أنه نحن هلأ 2-0 يعني حتى لو ربحنا ربحت هي هذي الحلقة رح نكون 2-1 بس أنيوي ما عندي مشكل بحب أنه تربح شكرا غنوة أنت كمين عوجودك بحياتي بعتقد أنا فيني قليك إيها بالفم الملآن ولا مرة بحياتي رح قليك طلعي من حياتي ولا رح تاكل مني خلاصة خلاصة جدا سريع على كل الناس بس خلوا براسكن ممنوع يكون في شخص بحياتكن بغض النظر أنتو كيف عم بتعاملوه ممنوع يكون في شخص بقلل من قدركن بقلل من احترامكن ما بيحترمكن وبيحبكن وبيخاف عليكن قد ما بتحترموه بتحبوه بتخافوا عليه خلوا حالكن محواطين بناس بحبوكن على القليلة قد ما أنتو بتحبوهون لحتى تكونوا على القليلة مرتحين كيف ما عملوكن الناس وشو ما تطلعوا فيكن وشو ما قالو لكن احترامكن لحالكن واحترامكن للسلف استيم تبعكن هي أهم شيء وعن جد قولوا طلعوا من حياتي بلا ما تخافوا وبلا ما تحسبوا لحساب لا كل حدا بيأزيكن أو كل حدا بيأزيلكم مشاعركن أو ما بيكون عندوا احترام لكرمتكن ونحن من هلأ للأسبوع الجاي منقلكم ننتبهوا على حالكن ومنحبكن كتير وما تطلعوا من حياتنا أبدا نحيز ولا من صفحتنا يلا باي اشتركوا في القناة